علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين ما زلنا بصدر قراءة وشرح كتاب الروض الأنف والمنهل الروي في ذكر ما حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي وهذا الكتاب كما هو معلوم شرح الإمام السهيلي لمختصر سيرة ابن هشام التي هي اختصار لسيرة ابن إسحاق رحمهم الله تعالى جميعا وقد بلغنا قول السهيلي وكذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه هي أمكم يا بني ماء السماء يعني السيدة هاجر أم إسماعيل لأن العرب المستعربة هم ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم وقد تقدم القول في الدرس السابق أنه يفهم بعض الآثار أن القحطانيين أيضاً وهم عرب اليمن حمير وكهلان يشاركون العدنانيين في الانتماء إلى إسماعيل وهذا لم يرتضيه السهيلي رحمه الله لأنه من المعلوم أن حمير وكهلان القحطانيين إنما هم من العرب العاربة أو العرباء والعدنانيون هم العرب المتعربة أو المستعربة ولكن يحمل بعض يعرف وتحمل بعض الآثار على إفادة نسبة العرب جميع إلى إسماعيل عليه السلام كما في هذا الآثار الذي يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه والظاهر أنه قول موقوف عليه وعزاه المحقق إلى صحيح البخاري ولكن لم أقف عليه في الصحيح قال ويحتمل أن يكون تأول تأول في قحطان أو تأول في قحطان ما تأوله غيره أي ما تقدم الكلام فيه في الدرس السابق ويحتمل أن يكون نسبهم إلى ماء السماء على زعمهم فإنهم ينتسبون إليه والنسبة إلى ماء السماء عند بعض أهل العلم المراد بها إلى العرب عموماً للملازمتهم الفلاوات التي بها يسقط القطر وترعى دوابهم فمن المعلوم أن العرب تطلب الكلأ والماء في ارتحالها وانتقالها من موطن إلى موطن ولهذا ولهذا يعرفون بماء السماء كنايةً عن طلبهم للماء وحمل بعض أهل العلم نسبتهم إلى ماء السماء إلى أنهم ينتسبون إلى عامر ابن حارثة الذي يعرف بماء السماء وهو جد الأوس والخزرج قال كما ينتسب كثير من قبائل العرب إلى حاضنتهم وإلى رابهم والحاضنة هي المربية وهي بخلاف الظئر فالظئر هي المرضع وزوجها يسمى ظئراً أيضاً للغلام الذي ترضعه زوجته ولكن الحاضنة هي المربية التي تقوم مقام الأم في رعاية الطفل في حضانته وهو أمر معروف إلى يومنا هذا حيث يرسل بعض الأسر أبناءهم إلى دور الحضانة لترعى أبناءهم بسبب اشتغال الزوجين معاً وعدم وجود الفرصة الكافية لرعاية الأبناء في الصغار في الفترة الصباحية على الأقل والراب الذي قال السهيلي إن بعض العرب ينتسبون إلى حواضنهم إلى الحاضنة ينزلونها منزلة الأم وإلى ربهم والراب المراد به زوج الأم فزوج الأم يسمى الراب والابن ابن الزوجة بالنسبة إليه اعتبر ربيبه والبنت تعتبر ربيبته قال وإلى ربهم أي زوج أمهم كما سيأتي بيانه في باب قضاعة إن شاء الله ثم شرع يتكلم مؤلف عن سبا وعن أميم ووبار وسبا هو أبو القحطانيين سبب ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان سبب الحمر وكهلان ووالد حمر وكهلان سبب يشجب ابن يعرب ابن قحطان وأميم ووبار من العرب البائدة الذين أشرنا إليهم في مجلس سابق ولعله سيرد أيضا في بعض هذه الدروس إشارات أخرى إليهم كتصم وجديس قال وأميم ويلفض أيضا أميم وأميم وأميم وسبا اسمه عبد شمز كما ذكر أي ذكر ابن هشام وكان أول من تتوج من ملوك العرب وأول من سبا فسمي سبا قال سهيلي ولست من هذا الاشتقاق على يقين يعني أن يكون أن يكون سبا قد سمي بهذا الاسم لأنه أول من سبا في حروبه لأعدائه قال لست على يقين لأن سبا لأن سبا بالهمز وسبا يسبي باليا فالأمر مختلف فالأصل التلاتي غير لسبا غير للسبي وحق له أن يعترض على هذا التعلق وهذه النسبة قال ولست من هذا الاشتقاق على يقين لأن سبا مهموز والسبي غير مهموز وذكر أميم ويقال فيهم أميم قال ووجدت بخط أشياخ مشاهير أميم وأميم بفتح الهمزة والتشديد الميم ومكسورة ولا نظره في الكلام والعرب تضطرب في هذه الأسماء القديمة يعني معنى قولي العرب تضطرب في هذه الأسماء القديمة أن في تعريب الأسماء الأعجمية التي هي ليست من لغة العرب وإنما من لغات أبناء عمومتهم الساميين كالأحباش والعبرانيين والسوريان يعربونها بصور مختلفة تكون لها أكثر من صورة قال والعرب تضطرب في هذه الأسماء القديمة وهذا ملحوظ حتى في زماننا اليوم حينما نعرب بعض المصطلحات الإنجليزية والفرنسية والألمانية نجد أحيانا اختلافا بين اللغويين في تعريبهم لتلك الأسماء فمنهم من يلفظها بشكل لأنه عربها عن الألمانية ومنهم من يلفظها بشكل لأنه عربها عن الإنجليزية ومنهم من يلفظها بشكل آخر لأنه عربها عن الفرنسية بل نحن أيضا في لهجتنا الليبية عندنا بعض الألفاظ الناس يلفظونها ألفاظ إيطالية الناس يلفظونها بصور مختلفة فهذا الموضع الواقع في شرق طرابلس الذي يسمى البي فيو منهم من يلفظه البي فيو وبينهم من يلفظه البي في وهكذا فللعرب بشكل عام في تعريب الاسم الأعجمي طرق مختلفة بحسب ما يرونه من الخفة والسهولة قال المعري متوفى عام 449 يراه بن الدهر الأخير بحاله كما قد رأته جرهم وأميم يراه بن الدهر الأخير بحاله كما قد رأته جرهم وأميم فالمعري جاء بلفظ أميم هكذا مخففة بدون تشديد أميم قال فجاء به على وزن فعيل وهو الأكثر وأميم فيما ذكروا أول من سقف البيوت بالخشب المنشور كانت العرب كانت العرب تتخذ الخيام وربما اتخذوا البيوت في القرى والمدن المستقرة التي فيها استقران حضاري لكنهم كانوا لا يتفننون في بنيانهم فقال فقال إن أميم هذا أول من سقف البيوت بالخشب المنشور وكان ملكا وكان يسمى آدم وهو عند الفرس آدم الصغير بعض الأسماء تتكرروا أسماء الأعلام في التاريخ فيفرق بينها بفلان وفلان الصغير قال وولده وبار وهم أمة هلكت في الرمل هالت الرياح الرمل على فجاجهم ومناهلهم فهلكوا قال الشاعر وكر ذهر على وباري فأهلكت عنوة وبار وكلمة وبار يذكر ابن منظور في لسان العرب أن من العرب من يعاملها معاملة الاسم المبني على الكسر على وزن فعال ك حذام وقطام وهكذا يقولون وباري كما قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فحذامي مع كونه فاعلا إلا أنه جاء مبنيا على الكسر في محل رفع وقال ابن منظور أيضا في اللسان ومنهم من من يعامل حذام حذامي أيضا كنزالي وتراكي مصدر مبني على الكسر بمعنى انزل أو اترك انزل أو اترك اسم فعل بمعنى انزل وأترك نزالي وتراكي ومن العرب من يعاملها معاملة شعاد اسم مرتجل لكنه لمؤنت فيعتبر ممنوعا من الصرف للعالمية والتأنيث ممنوع من الصرف للعالمية لأنه اسم علم على أنثى فهو علم وهو دال على أنثى فهو ممنوع من الصرف لهاتين العلتين مثلما يمنع الاسم العلم للعجمة يمنع من الصرف لكونه دالا على أعجمي اسم أعجمي فكذلك إذا كان اسما لأنثى يمنع من الصرف فلا ينون فمنهم من يعده ممنوعا من الصرف قال والنسب إلى والنسب إلى وبار هذه والنسب إلى وبار أباري على غير قياس فهي وبار وباري في حال النسب يضاف إليها يلحق بها أيها النسب مشددة وباري فتغيير الواو همزة أباري لا علة له لا لا مبرر له في القياس لأن الإسم إذا نسبت إليه ألحقت بآخره ليا النسب مشددة وقد يحدث تشديد في بعض الحروف تضعيف لها كلو مثل لو أردت أن تنسب إلى لفظ في آخره ياء فتلحق بياء النسب فيحض تغيير لكن تغيير أول الكلمة الهمزة التي في أول الكلمة وبار الواو التي في أول كلمة أن تتحول إلى همزة هذا لا أصل له في النسب في النسبة في النسبة إلى كلمة مبدوعة بحرف لا يغير أول الكلمة وإنما إن حدث تغيير يحدث في آخرها قرب ياء النسب قال والنسب إليه أباري مع أن هو بالواو وباري ولكن نسب بإبدال الواو همزة قال ومن العمليق ملوك مصر الفراعنة منهم الوليد بن مصعب صاحب موسى عليه السلام وقبوس بن مصعب بن عمر بن معاوية بن إراشة بن معاوية بن عمليق أخو الأول ومنهم الريان ابن الوليد صاحب يوسف عليه السلام ولعله يقصد بصاحب يوسف عزيز مصر الذي ربي يوسف عليه السلام في بيته ويقال فيه ابن دومع فيما ذكر المسعودي قال وأما تصم وجديس فأفنى بعضهم بعضا قتلت تصم جديسا لشؤ ملكتهم إياهم تصم وجديس قبيلان من قبائل العرب القديمة البائدة تعرف من طبقات العرب البائدة سيطرت تصم على جديس وكانت تسومها العذاب وتسيو إلى ساداتها وإلى أهل القبيلة بأسرها قال لشوء ملكتهم إياهم أي لشوء تملوقهم إياهم وجورهم فيهم فأفلت منهم رجل اسمه رباح ابن مرة فاستصرخ بتبع والتبابع ملوك اليمن وهو حسان ابن تبان أسعد وكانت أخته اليمامة واسمها عنذ ناكحا في تصم هذا رباح ابن مرة الذي استصرخ تبع أخته كانت متزوجة في تصم التي تسيطر عليهم يعني هي من جديس ولكنها في قبيلة تصم زوجة عند أحد رجالهم قال وكانت أخته اليمامة واسمها عنذ ناكحا في تصم أي زوجة عندهم لأحد رجالهم وكان هواها معهم أي مع قوم زوجها لا قوم قومها وأهلها فأنذرتهم فلم يقبلوا أنذرت تصم بأن جيشا يغزوهم وهذا جيش إنما هو جيش التبابع الذي استنج بهم أخوها رباح بن مر على تصم قالوا كانت حدة البصر لكن الغزاة احتالوا عليها لعلمهم بقوة نظرها فحملوا معهم فروع الأسجار يتسترون بها فلما أخبرتهم بأن الأسجار تتحرك سخروا منها وقالوا لها ذهب بصرك يا يمامة يا زرقاء قال فصبحتهم جنود تبع فأفنوهم قتلا وصلبوا اليمامة الزرقاء بباب جو وفي المثل يقال أبصر من ذرقاء اليمامة وهي ذرقاء بن نمير تقع بلدتها اليمامة بسهل فسيح يقال له جو كجو الفضاء متسع اليمامة الذي يحيط بالمدينة أو بالقرية فسيح يشبه جو الفضاء لاتساعه فقالوا جو فسميت جو فسميت جو باليمامة ومن هناك إلى اليوم وذلك في أيام ملوك الطوائف يعني منذ هذه الواقعة التي هي في الجاهلية قال السهيلي إلى أيام ملوك الطوائف ومتى كان زمن ملوك الطوائف الذين يعنيهم زمن ملوك الطوائف بعد الإسلام بمئات السنين وفي الأندلس بعد أن فتحت الأندلس وبعد أن قامت فيها الدولة الأموية ثم تعويضاً على الدولة الأموية التي سقطت في الشام وقامت على كاهلها الدولة العباسية أنسأ الأمويون الفارون من الشام من الشرق العربي إلى الأندلس أنسأوا دولتهم الأموية الأخرى ولكنها سقطت وكان سقوطها يعني بسبب اختلاف ملوك الطوائف ملوك المدن والقرى الأندلسية فكان ممن اتخذ طائفة خاصة به ومملكة تخصه ملوك غرناطة وإشبيليا والمرية وبلنسيا وطليطلة وسرقصة ودانيا وكان من هذه الأسر التي سميت ملوك الطوائف بن حمود وبن هود وبن الأحمر إلا بني الأفطس ثم اتفق أمراء بن الأفطس وبن عباد وبن بلقين والعلماء على الاستنجال بيوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين لينقذ هذه الطوائف بعد أن استأسد عليهم نصارى الأسبان وكانوا يأخذون منهم الجزية وكانوا يحردونهم على قتال بعضهم بعضا ولله ما أعجب حال المسلمين اليوم فما أشبه البارحة باليوم فنحن عندنا ملوك وأمراء وهؤلاء لو تسمحنا في ملكهم وإماراتهم فهم يتوارتونها هكذا بقوانينهم ودستيرهم ولكن صار عندنا رؤساء دول تنتهي مدة الرئيس فيهم فيجدد وتنتهي فيجدد وتنتهي فيجدد حتى يكبر ولده فيورث الرئاسة لولده إنهم أشبه ما يكونه بأمراء الطوائف فعلا الذين مزقوا الأندلس وهو واقع مشاهد اليوم في حالنا لقد كانت مصر فيها من العباقرة وسياسيين الأكفاء ما يمكن أن يرأس أمرها العقود المتطاولة لكن رئيسها أبا إلا أن يديم ملكه ودولته حتى يكبر ولده ويورثها لهم فانقلب الأمر عليه وصار يحاكم هو وولداه وآل الأمر إلى أسوأ الأحوال فيها وفي غيرها من البلدان الأخرى العربية وما حالنا منهم ببعيد عنهم فهذه دواهي الطوائف التي سادت في الأندلس دروس وعبر ينبغي أن نتعظى بها وأن نتعلمها وأن يعيها السياسيون واليوم في بعض بلاد العربية من لا يستطيع أن يتكلم من رؤسائها ولا يستطيع أن يمشي ويسر على أن يدير أمر البلاد ويظل رئيسا فيها حتى ينتقل من قصره إلى قبره سبحان الله إن في التاريخ عبرا ينبغي أن يعيها أهل الإسلام حتى لا يسقط الإسلام من جدوره ويقتلعوه بأيديهم ويندموا وقتل ساعة للندم وليس تمت ساعة مندم قال الإمام سهيلي رحمه الله فسميت جو باليمامة من هناك إلى اليوم وذلك في أيام ملوك الطوائف وانتهى ملوك الطوائف حكمهم عام أربعمائة وتسعة وسبعين حيث دخل يوسف بن التاشفين لأندلس والكلام الذي يذكره السهيلي إنما هو بعد الخمسمائة لأنه ولد عام خمسمائة وتمانية وألف كتابه هذا وهو في ريعان شبابه أو ما بعد مرحلة الشباب في الكهولة فيكون تأليفه بعد الخمسمائة وخمسين فهذا فرق أيضاً من جهة أخرى لكن ملوك الطوائف الذين اقتحم عليهم الأندلس ابن التاشفين لم يسقط دفعة واحدة يسلم له بل إنه بعد أن انسحب من الأندلس عاد بعض منهم إلى ما كان عليه من سوء الحال والسيطرة على المدينة التي هو فيها والقيام بأمرها هو وأسرته وأبناؤه وأهلوه قال وبقيت بعد تصم يباباً خراباً لا يأكل ثمرها إلا عوافئ الطير والسباع كأنه لا يقترب من ثمارها إلا الطيور الجارحة والحيوانات المتوحشة حتى وقع عليها عبيد بن تعلبة الحنفي وكان رائداً لقومه في البلاد يتحرك بقومه منتقلاً من موضع إلى موضع فلما أكل الثمر قال إن هذا لطعام ذاقه فوجله طعاماً وحجر بعصاه على موضع قصبة اليمامة يعني زعلها ممنوعة لا يقترب منها أحد بالتحجير عليها قال والتحجير على قصبة اليمامة يعني التحجير على المنطقة المسورة القصبة من المدينة هي المنطقة المسورة فيها فسميت حجرة وهي منازل حنيفة إلى اليوم وخبر تصم وجديس مشهور اقتصرنا منه على هذه النبدة لشهرته عند الإخباريين ثم شرع السهيد رحمه الله يتحدث عن ذكر نسب الأنصار قال وهم الأوس والخذرج والأوس الذئب والعطية أيضاً كلمة الأوس تعني الذئب وتعني العطية أيضاً والخذرج تعني الريح الباردة قال ولا أحسب الأوس في اللغة إلا العطية خاصة الإمام السهيد يقول إن الأوس تعني الذئب وتعني العطية لكن تسمية الأوس هذا القبيل الذي انتسب إلى جدهم الأوس ليس بمعنى الذئب وإنما هو بمعنى العطية منقول عن لفظ الأوس بمعنى العطية لا بمعنى الذئب قال وهي مصدر أسته قال في اللسان من كلمة أوس يقولون الفعل أسته أؤوسه أوساً يعني أعطيه عطية وأعوضه تعويضاً هذا معنى أسته أوسه وأما أوس الذي هو الدئب فعلى منكسم الرجل يعني كلمة أوس يعني الدئب لكنه اسم جنس عام كما تقول الرجل تعني أي رجل من الرجال أي رجل ذكر من بني البشر كذلك الأوس يطلق على الدئب قال ولو كان كذلك لجمع وعرف أي لو كان أوس جعل منقولاً إلى العالمية للدلالة على جد الأوس لا جمعوه كأن يقولوا أواسي ونحو ذلك لكن لم يجمعوه قال ولا عرف لم يقولوا الأوس أيضاً قال كما يفعلوا بأسماء الأجناس لأن أسم الجنس أيضاً لا يعرف قال ابن مالك قال وجعلوا بعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظاً وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا تعالة للتعلب ومنه أسامة للأسد اسم جنس للحيوان المتوحش معروف بالأسد ولو كان كذلك لجمع وعرف قال كما يفعل بأسماء الأجناس ولقيل في الأنثة أوسى ولا أنت المؤنة منها كما يقال ذئبة وفي الحديث ما يقوي هذا وهو قوله عليه السلام هذا أويس يسألكم من أموالكم فقالوا لا تطيب له أنفسنا بشيء المحقق عذا هذا الأثر إلى البيهق في دلال نبوة ولم أقف عليه ولم يقل هذا الأوسو فتأمله وليس أوسو على هذا من المسمين بالسباع ولا منقولا من الأجناس إلا من العطية خاصة فهو منقول من لفظ الأوس بمعنى العطية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وفيه الضمير يعود على كتاب ابن هشام الذي يشرحه السهيدي وفيه أي في سيرة ابن هشام عمر وهو مزيقياء مزيقياء لأنه فيما ذكر كان يمزق كل يوم حلة مزيقياء يمزق كل يوم حلة لكثرة ماله وترائه وهو ابن عامر وهو ماء السماء الذي تقدم ذكره معنا قبل قليل وهو ماء السماء ابن حارتة الغطريف ابن إمرئ القيس وهو البهلول ابن تعلبة ابن تعلبة الصنم ابن ماذن السراج ابن الأسد ويقال لتعلبة أبيه الصنم وكان يقال لتعلبة ابن عمر جد الأوس والخزرج تعلبة العنقاء لطول عنقه وكأنهم ملوك متوجون ومات حارتة ابن تعلبة العنقاء والد الأوس والخزرج بالمدينة بعد ظهورهم على الروم بالشام ومصالحة غسان لملك الروم وكان موت حارتة وجدع ابن سنان من صيحة كانت بين السماء والأرض سمع فيه صهيل الخيل لعلها أن تكون صرخة غضب من ملك عليهم أهلكهم الله بها أو تكون صرخة جن كما سيأتي أن بعض المناطق خاصمت فيها الجن سكانها من العرب وطردوهم عنها وقتال الجن للبشر وقتلهم لهم يقع في التاريخ كما وقع لبعض الصحابة في إحدى الغزوات غزوة الخندق وقد أراد العودة إلى بيته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحب معه رمحه لعل أحداً يلقاه في الطريق يقاتله ولما بلغ بيته وجدت زوجته خارج البيت فاستعجب لذلك فأمرته أن يدخل ليرى ما في البيت فإذا فيه تعبان جن فقتله فاجتمعت عليه الجن فقتلته والعياد بالله نسأل الله السلام قال وكان وبعد موت حارثة كان ما كان من نكث يهود العهود حتى ظهرت الأوس والخذرج عليهم بمن سنصروا به من ولوك جفنة وذلك أن أهل المدينة الأوس والخذرج كان يساكنهم فيها اليهود وكانوا يثيرون بينهم الفتن ليكونوا منتصرين على الفريقين ثم إنه وقعت بينهم بين اليهود وبين الأوس والخذرج حرب طاحنة استعانوا فيها ببعض بني قومهم من العرب بن وجفنة فانتصروا على أعدائهم اليهود وصارت لهم الكلمة معا الأوس والخذرج في المدينة ويقال في الأسد الأزد بالسين والزاي الأسد والأزد في العربية بن أسد وبن الأزد والأزد تنقسم إلى أزد شنوء وأزد غيرهم فهم أقسام وهؤلاء الأزد الذين يعرفون بأزد شنوء هم الذين جاء ذكر وصف نبي الله موسى عليه السلام كأنه في حديث الإسراء كأنه رجل كأنه من أزد شنوء في طول قامته وفي ضخامته قال واسمه أجدهم هذا الازدراء ويروى دراء ابن الغوث قال وثيمة ابن موسى ابن الفرات وقال غيره سمي أسلا ملكا أو أسلا ملكا بعد حمير وعاش فيما ذكر ثلاثمائة سنة ثم تحول الملك إلى أخيه حمير ثم في بنيهم وهم وائل ومالك وعمر وعامر وسعد وعوف وقول السهيد رحمه الله وكهلان وقال غيره سمي أسد لكترة ما أسد إلى الناس من الأياد أي النعم ورفع ورفع في النسب إلى كهلان بن سبا وكهلان كان ملكا بعد حمير وكهلان هو أخو حمير و الملك الذي كان يملكه أبوهم سبا قسمه قسمه ولديه حمير وكهلان فأعطى لحمير اليمن والقسم الجنوب بلاد العرب وأعطى لولده كهلان القسم الشمالي كما قال الشاعر أعطى ابنه حميرا منه اليمن وقد أعطى الشمال ابنه المسمى بكهلان قسم ملكه إلى يمين وشمال وجعل الولدين على يمينه وشماله فأعطى اليمن وما كان على يمناه لولده حمير وأعطى الشمال شمال بلاد العرب لولده كهلان ولكن التاريخ يثبت أنهم كانوا ينتقلون في في أملاك بعضهم وبينهم نوع من المنافسة أحيانا وقول المؤلف هنا بأن كهلان كان ملكا بعد حمير لعله كان ملكا بعد السبأ قال وعاش فيما ذكروا ثلاثمائة سنة ثم تحول الملك إلى أخي حمير ثم في بنيهم وهم وائل ومالك وعمر وعامر وسعد وعوف وذكر أي ذكر ابن هشام لطمة ولد عمر بن عامر لأبيه وأنه كان أصغر ولده قال المسعودي واسمه مالك وقال غيره ثعلبة وقال ويقال إنه كان يتيما في حجره وقول حسان مفاخرا حسان المتابت إما سألت فإنا معشر أنف الأسل نسبتنا والماء غسان يا أخت آل فراث إنني رجل من معشر لهم في المجل بنيان إما سألت فإن معشر أنف ويروى معشر نجب معشر نجب الأسل نسبتنا والماء غسان يا أخت آل فراث إنني رجل من معشر لهم في المجد بنيان وحسان المتابت من الأنصار من أهل مدينة يعود نسبه إلى الغساسنة الذين كانوا يسيطرون على شمال بلاد العرب والأسل هنا هي الأزد أزد شنوء وأزد السراء وأزد عمان قال والشقاق غسان لأنهم ارتحلوا من اليمن فنزلوا في غسان منطقة في بلاد الحجاز فيها تسمى غسان فيها ماء يسمى ماء غسان فنزلوا عنده وكان قليلا ثم تركوه إلى الشام شقاق غسان قال اسم ذلك الماء من الغس وهو الضعيف كلمة الغس الذي اشتق منه اسم غسان يعني الضعيف القليل كما قال الشاعر غس الأمانة صنبور فصنبور والبيت لأوس يهج قوما يقول لهم مخلفون ويقضي الناس أمرهم غس الأمانة صنبور فصنبور والصنبور مراد به السجرة الفسيلة التي تنبت في أصل النخلة مجموع الفسائل التي تنبت في أصل النخلة وتتغدى على جذع النخلة يقال لها صنبور وسنيبير وسنابير سنيبير بالتصغير سيغ التصغير فانتقلوا من هذا الموضع إلى الشام وعرفوا بالغساسنة ويروى غسي ويقال ويقال للهر إذا زجر غس وهي كلمة معروفة عندنا ما يقربها في اللهجة الليبية يقال للهر إذا زجر غس بتخفيف السين قاله صاحب العين وهو الخليد بن أحمد في معجم العين والغسيسة من الرطب التي يبدأها الإرطاب من قبل معلاقها من أعلاها ولا تكون إلا ضعيفة ساقطة وغس هذه اسم صوت لزجر القط وعندنا في العربية أسماء أفعال وأسماء أصوات تقول بعد الفاتحة آمين بمعنى استجب لنا وهو اسم فعل قال وتقول لأحد الناس هيهات أن نلتقي في الأسبوع القادم لأن مسافر فهيهات بمعنى يبعد بعد أن نلتقي فهذا يسمى اسم فعل ولكن يزجر الحيوان والطفل الصغير ببعض ألفاظ عند العرب يسمونها أسماء صوات مثل هلا لزجر الخير لتزيل في الجري وعدس لزجر البغل وللطفل كما عندنا يقال كخ أي يترك ولهذا قال المالك وما به خوطب ما لا يعقل من مش به اسم الفعل صوتا يجعل كذالذي أجدى حكاية كقب ولزم بنا النوعين فهو قد وجب يعني اسم الصوت والكلمة التي تدل على صوت مثل غاق لصوت الغراب تحكي صوت الغراب فتقول غاق وتحكي صوت الشيء الذي يسقط فتقول قب فهذا اسم لحكاية الصوت والاسم الذي يستعمل للصوت لزجر الحيوان أو لزجر الطفل الصغير الذي لا يعقل والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل شكرا